ثاني متناقضتين هناك أطروحتين متناقضتين الأولى هي حوار الحضارات والثانية هي صدام الحضارات لابد أن نعرف أن الحوار يقتضي جملة من الشروط كالاعتراف بالآخر والإيمان بمبدأ التكامل بين الثقافات ونبذي التعصب والأنانية وغيرها ويتطلب أيضا سبلا ليتحقق كالترجمة أو وسائل التواصل الحديثة أو غيرها أما صدام الحضارات وهو الأطروحة المنيقظة لأطروحة الحوار فيكون ناتجا عن عوائق تمنع تحقق الحوار كالتعصب والحروب والرغبة في الهيمنة إلى غير ذلك المحور الرابع يدور حول الفكر والفن والمقصود بالفكر كل ما يمكن أن يفكر فيه الإنسان العربي اليوم أي أنها مسائل عامة متعلقة بالواقع بالنسبة إلى الفن تجدون في البرنامج نموذجي وهما المسرح والسينما هذه هي محاور البرنامج باختصار وسنمر الآن إلى الجانب التطبيقي أنتم تعرفون أن الاختبار يتكون من نص وأسئلة ويختم بإنتاج كتاب ربما تتساءلون عن الأسئلة التي ستجدونها في الفرض وعن كيفية التعامل معها وربما السؤال الذي يدور في أذهانكم الآن كيف أجيب عن كل سؤال بطريقة دقيقة وصحيحة أضمن بها الحصول على العدد كاملا هذا ما سنراه الآن فلنتفق من البداية على أن أسئلة الفرض التي ستجدونها غدا لن تختلف عن الأسئلة التي سنراها اليوم وهذه الأسئلة هي الشرح السياقي والترادف والنقيض والمعجم والمفرد والجمع ثم أسئلة العنوان والموضوع والأطروحة والاستنتاج ثم تجدون سؤالا عن تقسيم النص وسؤالا عن الحجاجي إذا كان النص حجاجيا إضافة إلى سؤالا عن اللغة وأسئلة متعلقة بفهم النص عموما ثم نجد بعد ذلك أسئلة التحرير وهي ستة أنواع التلخيص والتفسير والتوسع وإبداء الرأي والتعديل والتعليل أرجو أن تركزوا جيدا في هذه الأنواع لأننا سننظر فيها بالتفصيل ويختم الفرض بإنتاج كتاب تنجزون فيه إما فقرة حجاجية وإما فقرة تفسيرية وطبعا تختلف أنواع الفقرات وتختلف تابعا لذلك ترائق إنجازها سنحاول الآن أن ننظر في هذه الأسئلة بالتفصيل وأرجو أن تركزوا جيدا لأن أسئلة الفرض غدا لن تكون مختلفة عما سنراه الآن السؤال الأول الذي ستجدونه هو سؤال الشرح أو الترادف والنقيض أو المفرد والجمع أو المعجن فلنبدأ بالشرح السياقي يتطلب الشرح السياقي تحديد القسم المراد تفسيره نتجنب الشرح بنقيض الكلمة يمكن أن نشرح بمفردة واحدة أو أكثر يجب أن نعود إلى النص ويمكن أن نستعين بالسياق وننتبه جيدا إلى المطلوب في السؤال أمامكم هنا نموذجين السؤال الأول اشرح المفردات المسطرة شرحا سياقيا بلفظ واحد تمثل هذا الوافد الجديد يجب أن نشرح هذه الكلمة المسطرة بكلمة واحدة وطبعا تقدمون إجابة واحدة في ورقة الامتحان المثال الثاني اشرح ما جاء مسطرا فيما يلي شرحا يناسب سياق النص تهدد قيمنا الكلمة المسطرة هي تهدد يمكن أن نشرح هذه الكلمة بكلمة واحدة ويمكن أن نشرحها بأكثر من كلمة كما ترون هنا تهدد أي تمثل خطرا على نمر الآن إلى الترادف والنقيف تتطلب الإجابة عن هذا السؤال المحافظة على نفس الصيغة الصرفية للكلمة الموجودة في السؤال يجب أن نقدم مرادفا واحدا أو نقيضا واحدا مع التأكد من ملاءمته للسياق لأن بعض الكلمات في العربية تؤدي أكثر من معنى نستعين بالسياق لتحديد دلالة الكلمة بدقة وركزوا جيدا في السؤال فقد تقدموا الكلمات في السؤال ويطلبوا من التلميذ استخراج المرادفات من النص ولذلك لا بد من قراءة السؤال جيدا قبل الكتابة أمامكم هنا نموذج لسؤال الترادف والنقيف وهو مأخوذ من اختبار من اختبارات البكالوريا نبذ مرادف كلمة نبذ ترك أو رفض المحدقة التصدي للمخاطر المحدقة مرادف هذه الكلمة الوشيكة أو القريبة هنا النقيذ القيم الأخليقية المحمودة نقيذ هذه الكلمة المكروهة أو المردودة ما يحط نقيذ هذه الكلمة يرفع أو يعلي طبعا تقدمون إجابة واحدة نمر الآن إلى سؤال المفرد والجمع طرح هذا السؤال مرة واحدة في اختبارات البكالوريا والسؤال كما ترون أمامكم أذكر المفرد لكل جمع من الجموع الآتية المستخدمة في آخر الفقرة الثانية من النص أقنية مفرد هذه الكلمة قناة النواعير مفرد هذه الكلمة نعورة الطواحين مفرد هذه الكلمة طاحوناة السؤال الموالي سؤال يتعلق بالمعجم ما المقصود بالمعجم؟ تعرفون أن المعجم هو مجموعة الكلمات التي تنتمي إلى مجال واحد ويحدد المعجم في السؤال ويطلب من التلميذ البحث عن عدد معين من الكلمات المكونة لذلك المعجم وهذا مثال يوضح ذلك وهو أيضا مأخوذ من اختبار من اختبارات البكالوريا في النص مقابلة بين معجمي الانفتاح والانغليق استخرج أربع عبارات لكل معجم منهما العبارات المنتمية إلى معجم الانفتاح هي الحوار الحميمية التفتح والقبول والعبارات المكونة لمعجم الانغليق هي الكراهية الغلق التعصب والعنصرية طبعا ستجدون سؤالا من هذه الأسئلة لن تجدوا كل هذه الأسئلة في الاختبار نمر الآن إلى أسئلة العنوان والموضوع والأطروحة والاستنتاج نبدأ بالعنوان يكون السؤال ضع عنوانا مناسبا للنص يجب أن يكون العنوان عاما وشاملا ولا يكون مطولا لا يكون العنوان في جملة وإنما يكون في كلمتين كما ترون أمامكم في هذا المثال أما الموضوع فهو الفكرة العامة للنص وحتى نحدد الموضوع يجب أن نحدد نمط النص أي هل يعتبر النص حجاجيا أو تفسيريا ثم نصر الموضوع مبدوءا بعبارة تناسب نمطه في النص الحجاجي يمكن أن نقول يضحض الكاتب إذا تضمن النص أطروحة مدحوظة أو يدافع الكاتب عنه إذا كانت الأطروحة مدعومة أو يدعو الكاتب إلى غير ذلك وفي النص التفسيري يمكن أن نبدأ الموضوع بيبين الكاتب أو يوضح الكاتب أو يعرض الكاتب إلى غير ذلك وهذا مثال توضيحي السؤال هو ضع موضوعا مناسبا للنص الموضوع تدعو الكاتبة إلى الانفتاح على الآخر والتفاعل معه باعتبار ذلك شرطا للتطور طبعا يمكنكم العودة إلى الاختبار وقراءة النص لتفهموا كيفية صياغة الموضوع بطريقة أوضحة نمر الآن إلى الأطروح الأطروحة كما تعلمون هي الموقف الذي يتبنيه الكاتب ويدافع عنه أو يستبعده ويضحظه ويجب علينا أن نميز الأطروحة المدعومة من الأطروحة المضحوظة لأن السؤال يكون عن إحداهما أمامكم هنا مثالين المثال الأول يدفع الكاتب عن أطروحة معينة حددها يجب أن نقرأ النص جيدا ثم نستخرج الموقف الذي يتبنيه الكاتب المثال الثاني يدفع الكاتب عن أطروحة صريحة في النص سوق الأطروحة التي يضحظها ضمنيا في هذه الحالة سنستخرج الأطروحة المدعومة نحاول أن نحدد الأطروحة المدعومة ثم نعكس معناها مثال ذلك كما تروا هذه الأطروحة المدعومة قدرة الشباب على قيادة المجتمعات أو الشباب قادر على قيادة المجتمعات الأطروحة المدعومة الشباب عاجز عن تحمل المسئولية وقيادة المجتمعات نمر إلى الاستنتاج الاستنتاج قائم على تحديد مقصد الكاتب وهدفه من التمشي الحجيش ولذلك يجب أن تسأل هذا السؤال ما هو هدف الكاتب من نصه؟ الإجابة التي ستجدها تمثل الاستنتاج وطبعا يفتتح الاستنتاج بعبارة دلة على الإجمال كهكذا أو إذن أو نخلص إلى أو خلاصة القول أو ننتهي إلى إلى غير ذلك نمر الآن إلى سؤال التقسيم فلنتفق على نقاط غالبا ما يعكس المظهر الطباعي للنص بنيته وهذا يساعد على تعرف حدود أقسامه يمكن الاعتماد في تقسيم النص وفي تحديد مقاطعه على المؤشرات والروايبط المنطقية الدالة على مفاصل النص لكن لذلك لذلك إذن إن لا مناصم وتجدونها في صدر كل فقرة من فقارات النص إذا حدد المعيار في السؤال لابد من التقييد به ويتم التقسيم بتحديد المعيار والحدود والعنوين ويجب أن نعرف أن بنية النص التفسيري تختلف عن بنية النص الحجيجي هذا سؤال من أسئلة التقسيم بين حدود مقاطع النص حسب البنية الحجيجية وأسند إلى كل مقطع عنوانا مضمونيا مناسبا هذا هو النص الذي يتعلق به السؤال السابق عندما نقول العنوان حسب البنية ونحن نتحدث هنا عن بنية حجيجية فإن المقصودة بذلك الأطروحة وسيرورة الحجيج والاستنتاج ولو نظرتم في هذا النص ماليا ستجدون أن مفاصله واضحة لدينا هنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نواصل قلنا إذن لدينا هنا الأطروحة المدعومة وقد افتتحت بأدات تأكيد وهي إن ولدينا هنا سيرورة الحجيج ولدينا هنا الاستنتاج إن أدات نفتتح بها الأطروحة المدعومة عادة وهكذا أدات من أدوات الاستنتاج إذن العنوان حسب البنية يمكن أن نقول الأطروحة المدعومة سيرورة الحجيج والاستنتاج المقصود بحدود المقطع من أين يبدأ المقطع وأين ينتهي المقطع الأول يبدأ من أين وينتهي عند دائمة الصدام وهكذا نحاول أن نحدد حدود كل مقطعين المقصود بالعنوان المضموني موضوع المقصود عندما نتحدث عن البنية الحجيجية فهذه البنية الثليفية التي ترونها في هذا النص أي الأطروحة وسيرورة الحجيج والاستنتاج هي البنية النمطية الشائعة لنص الحجيج قد نجد أحيانا الأطروحة المضحوظة تليها الأطروحة المدعومة ثم سيرورة الحجيج ثم الاستنتاج ويمكن أن نجد الأطروحة المضحوظة والمسايرة والتعديل والاستنتاج نفس الأمر بالنسبة إلى النص التفسيري نحدد العنوان المضموني نحدد العنوان المضموني بقراءة المقطع جيدا ونحاول أن نحدد موضوعه في جملة العنوان المضموني يصاغ في جملة مختزلة وقصيرة بالنسبة إلى النص التفسيري نمر الآن إلى النص التفسيري تجدون سؤالاً يشبه السؤالة السابقة فقط هنا نجد اختلافاً في البنية قسم النص حسب بنيته التفسيرية وأسند إلى كل مقطع عنواناً مستعيناً بالجدول الأيدي بالنسبة إلى النص التفسيري بنيته ثلاثية كذلك تتكون من مرحلة العرض أو الإجمال ومرحلة التفصيل أو التوسع وأخيراً التأليف أو الاستنتاج إذا وجدتم العنوان حسب البنية وكان النص تفسيرياً كما ترون في هذا النموذج نحاول أن نحدد قسم الإجمال أو العرض ويكون واضحاً عادةً إذا نظرنا إلى النص نجد هنا مجمل القول فهذا هو قسم الاستنتاج وما بينهما هو قسم التفصيل أو التوسع هذه بنية أنصر التفسيري إذن العنوان حسب البنية العرض التوسع والتأليف مع حدود المقطع نحاول نضبط بداية كل مقطع ونهايته ونكتب الكلمة التي يبدأ بها المقطع بين قوسين ونكتب أيضاً الكلمة التي يختم بها عفواً بين ضفري أما العنوان حسب المضمون فهو موضوع المقطع ومداره ومركز القول فيه سنمر الآن إلى السؤال المويل وهو يتعلق بالحجج قد يطلب مننا استخراج الحجج في هذه الحالة نأخذها من النص وننقلها دون تحريف أو تبديل وقد يطلب مننا أن نحدد نوع الحجة وتعلمون أن الحجج متنوعة كالحجة القولية أو التاريخية أو الإحصائية أو حجة المماثلة أو غيرها يمكن أن يطلب منكم أيضاً تحديد الدلالة في سياق الحجج يمكن أن تقول في الدلالة دفع المتلقي إلى الإذعام أو ثبات الفكرة أو تقريب الصورة من ذهن المتلقي إلى غير ذلك وأمامكم مثال وارد في اختبار من اختبارات البكالوريا استند الكاتب إلى أكثر من حجة تؤكد أن المسرح غير مرتبط ببيئة معينة استخرج حجتين مختلفتين ثم اذكر نوع كل بحدة منهما هذا مثال عن السؤال المتعلق بالحجج في اختبارات البكالوريا هذه مختلف الأسئلة التي يمكن أن تجدوها في فرض العربية غداً تجدون أيضاً سؤالاً خاصاً باللغة وتسألون عن الأساليب المتعلقة بالحجاج أو بالتفسير كأدوات التأكيد إن قد مع فعل في الماضي لقد أو أدوات التفسير كأي إذ فاء التفسير إلى غير ذلك من الأدوات التي اطلعتم عليها وسط السنة سنمر الآن إلى أسئلة التحرير وهذه الأسئلة تجدونها قبل قسم الانتاج الكتابي وهي أسئلة يطلب من التلميذ أن يجيب عنها في فقرة تتكون من خمسة أسطر ما هي هذه الأسئلة؟ هي ستة أسئلة وهي التلخيص والتوسع والتفسير وابداء الرأي والتعديل والتعليل لا بد أن تعرفوا الفرق بين هذه الأسئلة ولا بد أن تعرفوا كيفية الإجابة عنها جميعا لأنكم ستجدون إما سؤالا منها أو سؤالين في الفرض غدا نبدأ أولا بالتلخيص يكون السؤال لخص النص في خمسة أسطر محافظا على بنيته وأهم أفكاره ما هي شروط التلخيص؟ يتطلب تلخيص النص المحافظة على بنيته إذا كان النص على سبيل المثال حجاجيا يتكون من أطروحة مدعومة وسيرلة حجاج واستنتاج يجب أن تكون هذه المفاصل واضحة في التلخيص لابد أن نميز الأفكار الرئيسية من الأفكار الثانوية لأن التلخيص يرتكز على الأفكار الرئيسية نعبر بأسلوبنا الخاص في دقة وإجاز ولا نأخذ جملا من النص ونلتزم بعدد الأسطر المحدد في السؤال السؤال الموالي هو التوسع إذا كان التلخيص يقوم على تقليص حجم النص النص يكون متكونا من عشرين سطرا على سبيل المثال سأحاوله أنا إلى خمسة أسطر فإن التوسع يقوم على التفريع أي هو عكس التلخيص ولذلك يتطلب التوسع تفريع الفكرة الرئيسية إلى فكرتين أو ثلاث دعم الأفكار بالأمثلة الملائمة والحجج الدقيقة ويختم باستنتاج أو نتيجة واضحة تقوم فقرة التوسع على البناء التالي عرض المعطى الذي يكون موجودا في السؤال ثم التوسع ثم الاستنتاج وأمامكم هنا نموذج لسؤال التوسع أقرأه عليكم قال الكتب منذ أن قام العمران على وجه الأرض وظاهرة تدخل الثقافات وتلاقحها تطبع الحضارة البشرية توسع خمسة أسطر في هذا الرأي ضاربا أمثلة عليه المطلوب هنا هو توسع إذن سنجيب عن هذا السؤال في فقرة من خمسة أسطر تتكون من المراحل التالية هذا نموذج لإصلاح الفقرة السابقة أو لإصلاح المعطى السابق أقرأه عليكم لتطلع على كيفية الإجابة عن سؤال التوسع نبدأ بعرض المعطى وعرض المعطى يقوم أساساً على إعادة صياغة المعطى الوارد في السؤال نقول إن تفاعل الثقافات ظاهرة ملازمة للحضارة البشرية منذ قيام العمراني في التوسع نقول فالمتأمل في التاريخ الإنساني يجد أن الحضارات قادما متصلة ببعضها منفتحة الأبواب على بقية الثقافات تأخذ وتعطي وتؤثر وتتأثر وخير دليل على ذلك الآن سنقدم إثالاً حاولوا أن تحفظوا مفاتيح الربط وخير دليل على ذلك انفتاح العربي قديماً على الإغريق والفرس والهنود سنمر الآن إلى فكرة أخرى ولم يقتصر هذا التدخل على الماضي فحسب بل هو لم يقتصر عليه بل بل هو مستمر يسم الحضارة اليوم ومظاهر التفاعل متعددة الآن سنقدم أمثلة منها الاقتصادي كالشركات العالمية والثقافي والأعلامي والفني والعلمي هذا مثال عن التوسع سنمر الآن إلى الاستنتاج نبدأه بعبارة دالة على الاستنتاج هكذا يبدو أن التلاقح قدر الحضارات قديماً وحديفاً أرجو أن تكون الإجابة عن سؤال التوسع واضحة نعم لا لا التوسع لا ننجز المسيرة والتعديل المسيرة والتعديل فقرة التعديل سنراها الآن الآن فقرة التفسير يقوم التفسير على توضيح الفكرة المعروضة وإخراجها من الغموض إلى البساطة والوضوح في الفقرة التفسيرية يجب أن نعتمد أساليب التفسير كالمقارنة والتعريفات وتقديم الأمثلة والتدرج من الإجمال إلى التفصيل إضافة إلى أدوات التفسير كأي إذ أما وأما إلى غير ذلك وتبنى الفقرة التفسيرية بناء ثلاثياً قائماً على عرض المعطى الوارد في السؤال مجملاً ثم التفسير ثم الاستنتاج هذا مثال أمامكم ترى الكاتبة العولمة سيفاً ذا حديني فسر ذلك تميزون أنواع الأسئلة من خلال المطلوب المطلوب هنا فسر هذه إذن فقرة تفسيرية انظروا إلى الإصلاح في عرض المعطى نحاول إعادة صيغة ما ورد في السؤال إن العولمة يمكن أن تكون مفيدة كما يمكن أن تمثل خطراً وتهديداً في التفسير نحاول أن نستعمل أدوات التفسير أما فوائد العون فمنها تسهيل التواصل بين مختلف الشعوب والثقافات بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي وإزالة الحواجز بين الدول ومثال ذلك سنقدم مثلاً في المجال الاقتصادي مثال ذلك الأسواق الإلكترونية المفتوحة وأما الخطر أما وأما من الأدوات التي تستعمل في الفقرة التفسيرية وأما الخطر الذي تمثله العولمة فيبرز في وجوه منها منها أيضاً من الأدوات التي تستعمل في النص التفسيري منها محالة تعميم نمط ثقافي واحد وهو النمط الغربي وبالتالي تمس بقية الثقافات وتدمير خصوصيات الشعوب ومنها تشويه بقية الثقافات وتغذية النزاعات العنصرية من خلال مواد تعرض على وسائل التواصل أو القنوات التلفزيونية تلاحظون أننا فسرنا فوائد العولمة ومخاطرها نختم الفقرة باستنتاج هكذا يتضح أن العولمة تنفع وتضر وتساعد وتدمر ويبقى الفرد متحكماً في حياته وقادراً على التعامل مع مقتضية العصر بهذه الطريقة ننجز فقرة التفسير في خمسة أسطر نمر إلى السؤال الموالي وهو إبداء الرأي في هذا السؤال يحق للتلميذ مسايرة الرأي تماماً أي موافقته أو مخالفته أو تعديله شرط الإقناع يجب أن نوظف أمثلة وحججاً للإقناع ويجب أن نوظف عبارات بيلة على الرأي مثل أعتقد يبدو لي أرى لا أوافقه تماماً لا أتبنى هذا الموقف إلى غير ذلك تختم الفقرة باستنتاج يفتتح بأدات كإذن أو هكذا أو ننتهي إلى وهذا نموذج عن سؤال إبداء الرأي أقرأه عليكم يرى الكاتب أن الحضارة الإنسانية تشترك في صياغتها وصنعها كل الأمم والشعوب بيّن رأيك في هذا القوم في فقرة بخمسة أسطر لدينا هنا بيّن رأيك هذه إذن فقرة إبداء رأي تبني الفقرة بناء ثليثي نبدأ بعرض المعطاء يمكن أن نعيد كتابة المعطاء ثم نعوذ بعض الكلمات بمراد فيتن تؤدي نفس المعنى يمكن أن نغير كلمة تشترك بتساهم صياغتها يمكن أن نغيرها ببنائها صنعها يمكن أن نغيرها بتطويرها أو إنشائها الأمم يمكن أن نغيرها بالأعراق والحضارة الإنسانية يمكن أن نغيرها بالكونية أو البشرية ويمكن أن نغير الصياغة تماما يمكن أن نقول يرى البعض أن الحضارة الكونية هي ثمرة تفاعل الأمم والشعوب بعد ذلك نبدي الرأي ولا ننسى استعمال عبارة تدل على الرأي الشخصي ونختم الفقرة باستنتاجا كما يتضح أمامكم في هذا المثال يرى البعض أن حضارة الكونية هي ثمرة تفاعل الأمم والشعوب وأنا أوافق هذا الرأي فالتطور العلمي الذي نراه اليوم هو نتيجة لمجهودات الهنود والإغريقي والفرسي والعربي وغيرهم وكذلك سنضيف فكرة أخرى وكذلك الفنون التي ولدت في بقاع محددة ثم مدت جذورها في أنحاء الأرض سنقدم مثالا ومثال ذلك فن المسرحي الذي ولد في بلاد الأغريق ثم انتشر إلى بقية أنحاء العالم كما سنمر إلى فكرة فالفة وأرجوكم أن تحفظوا مفاتيح الربط جيدا كما تمثل الآداب مظهرا ثالثا من مظاهر التفاعل الإنساني فالعقول البشرية تقتبس وتأخذ من بعضها ولعل أوضح مثالا على ذلك رسالة الغفران التي أثرت في الكاتب الإيطالي دانتي رسالة الغفران كاتبها عربي وهو أبو العلي المعاري ودانتي كتب إيطالي ألف كتابا شبيها برسالة الغفران عنوانه الجحيم أو كتاب كليلا ودمنا الذي أثر في الكاتب الفرنسي لافونتين فالآداب العالمية هي تراكمات لمجهودات مختلفة بعد أن أبدأنا الرأي نمر إلى الاستنتاج فنقول نخلص إلى أن صرح الحضارة الإنسانية بانته كل الأمم وأعلته مختلف الشعوب الآن رأينا كيف نجيب عن سؤال التلخيص وعن سؤال التفسير وعن سؤال التوسع وعن سؤال إبداء الرأي سننظر الآن في سؤال التعديل في هذا السؤال يكون المطلوب إلى أي مدى يصح هذا الرأي أو بين حدود صحة هذا الرأي أو إلى أي حد يصح هذا الرأي تقتضي الإجابة ركزوا جيدا تقتضي الإجابة مسايرة الرأي المعروف وتعديله والاستنتاج وأمامكم مثال عن سؤال التعديل إلى أي مدى يمكن أن تحد التربية على مقاومة الفساد من هذه الأف لدينا هنا إلى أي مدى هذا سؤال تعديل نبني الفقرة كالتالي عرض المعطى ثم المسايرة ثم التعديل ويكون التعديل دائما باستعمال أداة من أدوات الاستدراك كلكن أو غير أن أو بيد أن وتختم الفقرة باستنتاج سأقدم لكم نموذجا عن سؤال التعديل سأقدم لكم نموذجا عن سؤال التعديل للحد من هذه المشكلة في المسايرة نقول وللتربية أهمية كبرى فقوامها توعية ناشئة بمخاطر الفساد وما يعود به من وبال وبال بمعنى هلك على الأفراد والمجتمعات والدول وتتعدد مستويات التربية كالأسرة والمدرسة وغيرها هنا قدمنا مثالا لكن سنمر الآن إلى التعديل لكن التربية وحدها لا تكفي لمقاومة آفة الفساد التعديل هنا سيكون بالإضافة فسنضيف سبولا أخرى تساعد على مقاومة الفساد ولابد من وجود طرق أخرى للحد من مخاطره كالشرائع سنقدم مثلا والقوانين والعدل القضائي وتكوين مؤسسات للرقابة واتباع سبول التوعية كالأعلام والصحف وغيرها أضفنا إذن في قسم التعديل طرقا ووسائل أخرى تساعد على الحد من آفة الفساد نختم الفقرة باستنتاج فلنقول إذن لا مهرب من تكيث في الجهود المختلفة لمقاومة أو لمواجهة خطر الفساد في الاستنتاج نجمع ما ذكرناه في قسمي المسيرة والتعديل سأنبهكم إلى أمر ما يمكن أن تجدوا بعض الأسئلة التي تجمع بين إبداء الرأي وبين التعديل ولذلك اقرأوا السؤال جيدا أقدم لكم مثالا توضيحيا وقد ورد في اختبار من اختبارات البكالوريا إلى أي حد يعتبر الانفتاح على الآخر تهديدا للهوية أبدي رأيك معللا في خمسة أسطر تلاحظون هنا إلى أي حد وتلاحظون هنا أبدي رأيك تقتضي الإجابة عن هذا السؤال عرض المعطة ثم المسيرة وفي قسم المسيرة وفي قسم المسيرة نبين خطر الانفتاح على الهوية وفي التعديل نبدي رأينا فنقول لكني لا أوافق هذا الرأي أي نجمع بين أداة الاستدراك وبين أداة تدل على رأينا الشخصية لكني لا أوافق هذا الرأي موافقة كلية في هذا المعطة يمكن أن يكون التعديل بالنفي فنقول أن الانفتاح على الآخر ليس تهديدا للهوية ونختم الفقرة باستنتاج سنمر الآن إلى السؤال السيدسي وهو التعليل هذا السؤال يتطلب إبراز الأسباب العلة في العربية من معانيها السبب ويتطلب أيضا تقديم أمثلة دقيقة أمامكم مثال عن سؤال التعليل علل في خمسة أسطر لما اعتبر العسكري العسكري هو اسمه كاتب النص أن حاجة كل متأدب بلغة العربي أو ناظر في علومها إلى الشعر ميسة سنحاول في في الإجابة عن هذا السؤال إبراز الأسباب التي تجعل من يتكلم العربية أو يبحث في علومها محتاجا إلى الشعر حاجة شديدة وتبنى الفقرة بناء ثلاثيا يقوم على عرض المعطى والتعليل والاستنتاج وهذا نموذج عن الإجابة أقرأ لكم يحتاج كل متأدب بلغة العربي أو باحث في علومها إلى الشعر حاجة شديدة في التعليل نقول فالشعر هو المنهل الأول المنهل أي المصدر الأول للغة العربية أو للغة العربي والراغب في إتقان اللغة لا بد أن يكون عارفا بالشعر فقواعد اللغة العربية وفعت بالعودة إلى القرآن والشعر الجهي إذن وضحنا هنا السبب الأول سنمر الآن إلى السبب الثاني وكما أدعي تستعمل للربط بين فكرة وأخرى كما أن الشعر يمثل عينا تنقل لللاحقين تفاصيل حياة السابقين فمن أراد أن يطلع على تفاصيل حياة العربي في مختلف الفترات سيجد في الشعر ظالته المنشودة ومن أمثلة ذلك سنقدم مثلا أشعار الجهليين أو قصائد أبي نويس أو المتنبي ويمثل الشعر كذلك هذه فكرة ثالثة وسيلة تعليمية ولذلك يستحقه كل متعلم سنقدم الآن مثلا ودليل ذلك ألفية ابن مالك التي ضمت قواعد النحو العربي في ألف بيت سنضيف فكرة رابعة والنظم أيضا النظم اسم من أسماء الشعر والنظم أيضا يهذب النفوس ويرقق الطباعة ومن أمثلة ذلك سنقدم الآن مثلا أشعار الرومنطيقيين أو أشعار نزار قبني في الاستنتاج نقول إذن ماذا معني النظم النظم أي الشعر إذن تتعدد الأسباب التي توجه المتعلم العربية إلى الاطلاع على الشعر في الاستنتاج نجمل ما ذكرناه هنا هذه هي أسئلة التحرير التي تجدونها قبل الانتاج الكتاب الآن لا بد أن تكونوا قد تعلمتم كيفية الإجابة عن أنواع الأسئلة المختلفة بالنسبة إلى أسئلة التحرير تحددون في البداية نوع السؤال ثم بنية الفقرة وبعد ذلك تكتبون فقرة متكونة من خمسة أسطر سنمر الآن إلى الانتاج الكتاب يمكن أن يطلب منكم إنجاز فقرة حجاجية أو تفسيرية ويجب أن تعرف التمييز بين مختلف أنواع الفقرة وهي خمس فقرات أربع فقرات حجاجية وفقرة تفسيرية ركز ركز جيدا حتى تتعلم التمييز بين أنواع هذه الفقرات الفقرة الفقرة الأولى هي الدعم الفقرة الثانية هي الضحظ الفقرة الثالثة هي التعديل والفقرة والفقرة الرابعة هي إبداء الرأي وهذه هي الفقرات الحجاجية أما النوع الخامس فهو الفقرة التفسيرية ربما تتسألون كيف أميز بين هذه الأنواع وما هي منهجية كل فقرة سأساعدكم على الحصول على العدد كاملا في هذه الفقرات وسنتدرب على أمثلة متنوعة حتى تتضح الصورة أمامكم سنبدأ بالفقرة الأولى وهي فقرة الدعم أمامكم مثل أقرأه عليكم الثورة المعلوماتية سبيل لتطوير الثقافة القومية حرر فقرة حجاجية في حدود 15 سطر تدعم فيها هذا الرأي في الفقرة الحجاجية القائمة على الدعم تجدون تدعم أو إدعم هذا الرأي في فقرة من 15 سطرا كيف تبنى هذه الفقرة تبنى بناء ثلاثيا متكونا من أطروحة مدعومة كيف نصوغ الأطروحة المدعومة نصدر هذه الأطروحة بإن لأن هذه أدت تأكيد ثم نعيد سياغة المعطة بعد ذلك نمر إلى سيرورة الحجاج ونختم الفقرة باستنتاج سأقدم لكم إصلاحا للفقرة السابقة في الأطروحة المدعومة نقول إن الثورة التكنولوجية تمثل طريقا للارتقاء بالثقافة القومية أو الذاتية أو الخاصة تلاحظون أننا أضفنا أدات تأكيد وحاولنا أن نعيد صياغة المعطة نمر بعد ذلك إلى سيرورة الحجاج أحول العالم اليوم بفضل التطور التكنولوجي إلى قرية كونية صغيرة وأصبح الانفتاح على الآخر ضرورة يفرض ويقع وهذا الآخر المختلف يمثل مصدر إثراء وإغناء للذات سنقدم مثلا فالفيلسوف الفرنسي روجي جارودي يعتبر روجي جارودي يعتبر أن الإنسان الآخر والثقافة الأخرى جزءا من الذات يمكن يمكن أن تستعين بمادة الفلسفة إذا كانت الأمثلة الفلسفية تخدم ما يطلب منكم إنجازه خاصة في المحور الثالث نواصل ولا تقف فائدة التكنولوجيا عند فتح أبواب الاتصال مع الثقافات الأخرى على مسراعها بل تتجاوز ذلك إلى نشر الثقافة والتعريف بها فالتكنولوجيا تساعد على نشر اللغة والعداد والتقاليد فتصبح خصوصيات شعب من الشعوب مشعة ومنتشرة على الصعيد العالمي سنضيف الآن فكرة أخرى كما تساهم التكنولوجيا في المحافظة على الإرث الثقافي وحفظه من الاندثار والزويل سنقدم مثلا ومن أمثلة ذلك استعمال الثقافة الرقمية لحفظ الكتب والمخطوطات سنضيف الآن فكرة أخرى ولعل توظيف التكنولوجيا في مجال التعليم يساهم مساهمة كبيرة في تطوير الشعوب ومثال ذلك سنقدم مثلا توظيف الحواسيب أو اللوحات الرقمية أو قراءة الكتب الإلكترونية في قراءة الكتب الإلكترونية فالتكنولوجيا تسهل المعاملات الاجتماعية ولا يخفى على الناظر قدرة التكنولوجيا على تقيب الثقافات وتعميم المعرفة وخلق حضارة إنسانية شاملة تنظوي تحتها كل الخصوصيات الثقافية فالثقافات الخاصة تتطور وتتجدد من خلال ثنائية الأخذ والعطاء والثورة الرقمية توفر إمكانية الإفادة والاستفادة من الآخر نختم الفقرة باستنتاج إذن لا مهرب من مواكبة تطورات العصر ولا مفر من توظيف التكنولوجيا لتطوير الثقافات القومية هذا مثال عن فقرة الدعم سنمر الآن إلى فقرة الضحف أقرأ عليكم هذا المثل يرى بعضهم أن الحضارة العربية لم تساهم في بناء الإرث العلمي الإنساني اضحف هذا الرأي في فقرة من خمسة عشر سطرا باعتماد حجج واضحة لدينا هنا اضحف في البداية كيف أجيب عن سؤال الانتاج الكتاب في البداية أحدد نوع الفقرة هذه فقرة حجاجية قائمة على الضحف ثم أحدد بنية الفقرة الفقرة الحججية القائمة على الضحف تبنى بناء ثلثيا يتكون من أطروحة مضحوظة و سيرورة حجج واستنتاج السؤال الآن كيف أصوغ الأطروحة المضحوظة سأعلمكم طريقة سهلة لسياغة الأطروحة المضحوظة نحاول أن نغير ما ورد في المعطى من كلمات بمرادفات تؤدي نفس معنا يمكن أن نقول يرى يمكن أن نعوذها يعتقد البعض أو يظن البعض أن الحضارة العربية يمكن أن نقول حضارة العربي المسلمين لم تساهم يمكن أن نعوذها ب لم تشارك في بناء يمكن أن نعوذها بتطوير أو تنمية الإرث العلمي الإنساني يمكن أن نعوذها بالمعارف العلمية الإنسانية بهذه الطريقة أكون قد أعدت سياغة المعطى نعيد قراءة المعطى الذي أنجزناه يظن البعض أن حضارة العرب المسلمين لم تشارك في تطوير المعارف العلمية الإنسانية كيف أحول هذا المعطى إلى أطروحة المضحوظة بطريقة بسيطة جدا أضيف وهذا الرأي بعيد عن الصويب أو وهذا القول مجانب للحقيق أو وهذا الرأي يكذبه الواقع والتاريخ وهكذا أكون قد أنجزت الأطروحة المضحوظة أمر بعد ذلك إلى سيرولة الحجاج وأختم الفقرة باستنتاج وأمامكم هنا نموذج لفقرة الضحف أقرأ عليكم هذا النموذج يعتقد البعض أن الحضارة العربية لم تساعد على الارتقاء بالمعرف الإنساني ولم تقدم ما ينفع الحضارة ويطور العلم وهذا الرأي مجانب للصواب هذه هي الأطروحة المضحوظة أمر بعد ذلك إلى سيرولة الحجاج لقد ساهم العرب تأكيد لقد ساهم العرب في دفع عجلة تقدم العلمي فاطلعوا على معاي في سبيقنا ثم وضعوها على محك الشك وأعمل في عقولهم فكشفوا مواضع الوهن الوهن أي الضعف فكشفوا مواضع الوهن فيها وأزالوا ما عليها من وهم وغلط فكانوا ناقدين مصححين ومن أمثلة ذلك ابن النفيس الذي صحح أخطاء جالينوس جالينوس هذا طبيب إغريقي مشهور حول الدورة الدموية الصغرى وكذلك ابن الهايفامي رائد علم البصريات الذي صحح نظرية الإبصار ولقد برع علماء كثيرون وقدموا إضافات في مختلف المجالات العلمية الآن سأضيف فكرة أخرى مثل الخوارزمي تقديم مثال صاحب كتاب الجبر والمقابلة وهو الكتاب الذي بعث منه علم الرياضيات الحديث والجزري صانع النموذج الأول لكل المحركات العصرية وما قدمه ابن سين في كتابه القانون في الطب أو الراز في مؤلف الحاوي في الطب ولم يكتف العرب بتصحيح أخطاء سابقين أو بتطوير ما وصل إلى أيديهم من معارف وعلوم بل سأضيف فكرة أخرى بل توصل إلى اكتشافات علمية لم تعرف قبلهم فشق طرقا جديدة كانوا أول سالكيها ومن أمثلة ذلك ابن خلدون واضع أسس علم التاريخ وأول متحدث في علم الاجتماع أو ما سماه العمران البشرية وجابر ابن حيين مؤسس علم الكيمياء طبعا يمكنكم اختيار نماذج أخرى نختم الفقرة باستنتاج نبدأه بإذن مثل العرب حلقة من حلقات التطور العلمي الإنساني وقدم الكثير في سبيل الارتقاء بالحضارة الإنسانية هذه فقرة الضحف أرجو أن يكون إنجازها واضحا سنمر الآن إلى فقرة التعديل بين في فقرة من 15 سطرة إلى أي حد تعتبر الفنون عامل تثقف من الحضارات لدينا هنا إلى أي حد مما يدل على أن هذه الفقرة فقرة التعديل نبدأ نبدأ بتحديد نوع الفقرة وهي فقرة حجاجية قائمة على التعديل ثم نحدد بنية الفقرة هذه الفقرة تبنى بناء رباعيا نبدأ بعرض المعطى أو المدخل ثم المسايرة ثم التعديل وأخيرا الاستنتاج في عرض المعطى نقول تعد الفنون المختلفة سبيلا مهما للانفتاح والتلاقح بين مختلف الحضارات في المسايرة سنوافق هذا الرأي الواردة في المعطى فنقول فالفنون لا وطن له وهي أكبر من أن تحصر في رقعة جغرافية محددة وقد تعود في نشأتها إلى مكان معين ولكن ذلك لا ينفي عالمية الفنون هذه الفكرة سنقدم الآن مثلا ومثال ذلك فن المسرح الذي نشأ في بلاد الإغريق ولكنه أصبح فن عظريا عاما وتعتبر الفنون سأمر إلى فكرة أخرى وتعتبر الفنون عاملا من عوامل الحوار فهي لا تعترف بالحدود الأجناسية أو العرقية ودليل ذلك سأقدم الآن مثلا الأعمال السينمائية العالمية يشترك في إنتاجها أفراد ينتمون إلى جنسيات متعددة وتساعد الفنون على نشر الثقافة والتعريف بها مما يعد سبيلا ممهدا لمعرفة الآخر والتواصل معه كفن الرسمي أو الموسيقى سنمر إلى التعديل نستعمل أداة استدراك غير أن بالنسبة إلى هذا المعطى يمكن أن يكون التعديل بالإضافة في المعطى الفنون عامل تثقف بين الحضارات سنضيف عوامل أخرى للتثقف إضافة إلى الفنون الفنون ليست العامل الوحيدة الميسرة للتثقف أو للإنفتاح فهناك عوامل أخرى تلعب دورا مهما كالتكنولوجيا فقد تحول العالم اليوم إلى قرية كونية صغيرة مترابطة بواسطة الأنترنت كما تمثل العلوم سبيلا من سبل الإنفتاح فالعلم يأخذ ويطور وينقل من حضارة إلى أخر ومثيل ذلك أخذ العربي قديما علوم صفتي كتاب ومن الأمثلة على ذلك ترجمة كتاب كليلة ودمنا من الهندية إلى الفارسية إلى العربية أو ترجمة كتاب رسالة القفران للمعر إلى اللغات الأوروبية أو الترجمات المعاصرة لمختلف الأدباء تلاحظون هنا أننا أضفنا عوامل أخرى تساعد على التثاقف كالتكنولوجيا والعلوم والترجمة نختم بعد ذلك الفقرات باستنتاج فنقول إذن تتعدد الصبر الممهدة للحوار بين الحضارات كالفنون والتكنولوجيا والعلوم والأدب في الاستنتاج نجمل ما ذكرناه في المسايرة وفي التعديل سنمر الآن إلى النوع الرابع من الفقرات الحجاجية وهي فقرة إبداع الرأي أقرأ عليكم هذا المثال يعتبر الكاتب أن ما بلغته حضارة اليوم من رقي وتطور إنما يعود الفضل فيه إلى جهود العرب القدامة وإسامتهم أكتب فقرة حجاجية من 15 سطر تبدي فيها موقفك من مدى وجاهة هذا الرأي استناداً إلى ما درست في التفكير العلمي عند العرب لا شك أنكم لاحظتم هذا الجمع بين الموقف أو إبداء الرأي وبين التعديل أي أن إنجاز هذه الفقرة يكون بالتباع أربع مراحل وهي عرض المعطى ثم المسايرة ثم التعديل الذي يتضمن إبداء الرأي ثم الاستنتاج كما ترون هنا في الأصليح أقرأ عليكم يرى البعض أن العربة هم الدفة التي وجهت التفكير العلمي الإنساني وهم المصدر الأساسي للرقي المعرفي فما وصلت إليه الحضارة الإنسانية في عصر نراهن عائد إلى إضافتهم العلمية وإبداعاتهم المعرفية لقد ساهم العرب في تطوير الفكر الإنساني الآن نمر من عرض المعطى إلى المسايرة لقد ساهم العرب في تطوير الفكر الإنساني وذلك بما قدموه من إضافات في مختلف في الرياضيات في الرياضيات ساهم الخوارزم على سبيل الذكر للحصر في تطوير علم الرياضيات فهو الذي ابتكر الأرقام المستعملة اليوم وهو الذي وضع الصفر للدلالة على الجزء الخالي من العدد أما كتابه الجبر والمقابلة فقد مثل المصدر الذي انبعث منه علم الرياضيات الحديث سنوظيف فكرة أخرى ويعتبر اكتشاف بكل دون لعلم الاجتماعي منعرجا حاسما في تاريخ الفكر الإنساني كما وضع ابن خلدون أسس منهج التاريخ وهي نفس الأسس المعتمدة اليوم ونبه الجاحذ إلى ضرورة اعتماد منهج الشك في البحث العلمي ثم جاء ديكارت بشكه المنهج فبنى عام سبقه إليه الجحف فكرة أخرى وساهمت اكشافات العربي الطبية في الارتقاء بالحضارة الإنسانية مثل ما قدمه ابن سينة والرأسي سأمر الآن إلى التعديل الذي يتضمن إبداء الرأي هنا سنضيف أيضا في التعديل سنضيف مجهودات الأمم الأخرى إضافة إلى العرب لكني لا أوافق هذا الرأي موافقة كلية فحصر التطور الذي بلغته البشرية اليوم في مجهودات العرب ينطوي على إقصاء مجهودات الحضارات الأخرى كالإغريق سأقدم مثلا الكيف من الأدوات التي تتعمل في التنفي كالإغريق الذين ساهموا في تطوير العلوم والفن مثل فن المسرح والفكر البشري عموما فقد شكلت أثينا منبع الفلسفة وموطن الفلاسفة الذين ما تزال أصداء أفكارهم تتردد إلى اليوم مثل أفلاتون والسقرات أضفنا إذن مجهودة الإغريق ولا تخفى مساهمة الحضارة الغربية وأضفنا أيضا مجهودة الحضارة الغربية المعاصرة ولا تخفى مساهمة الحضارة الغربية في دفع عجلة التقدم ومن أبرز العلماء المؤثرين إديسون ونيوتن وتستطيعون إضافة أمثلة أخرى نختم الفقرة باستنتاج يكون شاملا لما ورد في قسمي المسايرة والتعديل وأبدأ الرأي فنقول إذن ساهمت مجهودات العربي في إنماء الحضارة الإنسانية إضافة إلى مجهودات بقية الحضارة الحضارة الإنسانية تشترك في صياغتها وصنعها كل الأمم والشعوب هكذا نكون قد أجبنا عن فقرة إبداع الرأي إذا وجدتم إبداع الرأي فقط دون تعديل تجيبنا بالطريقة التالية عرض المعطى المسايرة إبداع الرأي والإستنتاج نمر إلى النوع الأخير وهو الفقرة التفسيرية هذا نموذج أمامكم للغناء اليوم وظائف متعددة فصل في نص تفسيري من 15 سطرا على الأقل أهم الوظائف التي ينهض بها الغناء في عالمنا المعاصري كيف أعرف أن هذه الفقرة التفسيرية كيف أعرف أن هذه الفقرة تفسيرية لدي هنا فصل ولدي هنا في نص تفسيري يمكن أن أجد أكتب في نص تفسيري أو فسر قولة الكاتب أو فسر القولة التالي وتبنى هذه الفقرة بناء ثلاثيا قائما على الإجمالي والتفصيلي والاستنتاج أقرأ عليكم هذا النموذج إن للشعار وذلك وهو ما أصل إلى اليوم فالغناء حسب ابن خلدون وجه من وجوه التفنن في مذاهب الملذوذي غير أن ارتباط الغناء بالمتعة والفرح لا يعني غير أن ارتباط الغناء بالمتعة والفرح لا يعني حصره في وظيفة الامتاع دون سواها فللغناء وظيفة حضارية أي أنه تلاحظون أننا هنا نستعمل أساليب التفسير أي هي أي أنه يساعد على المحافظة على الإرث الثقافي للشعوب ومن أمثلة ذلك سنقدم مثلا الأغاني الشعبية التونسية كما يلعب الغناء سنضيف فكرة أخرى كما يلعب الغناء دورا أساسيا في توعية الشعوب وتثويرها وتنوير عقولها وهو ما يتجلى في الأغاني الوطنية مثل أغاني جوليا بوتروس وهي فنانة لبنانية وتعتبر الوظيفة اللغوية من أبرز وظائف الغناء فالغناء مقترن بالشعر ويعني ذلك يعني أيضا من العبارات التي تستعمل في النص التفسيري ويعني ذلك أن ترديد المقاطع الغنائية الشعرية يساعد على حفظ اللغة من الزويل وإثراء المعجم المعاصر بزيد لغوي قديم ومثال ذلك الموشحات الأندلسية التي رددتها فيروس كموشح جادك الغيف ومما لا شك فيه سنضيف فكرة أخرى أن الغناء يذكر الإنسان بالقيم الإنسانية المطلقة كقيمة الحرية الكيف أداة من الأدوات التي تستعمل في النص التفسير لتقديم أمثلة وهو ما يتضح معجم التفسير وهو ما يتضح في بعض الأغاني كأغنية يبن أمي لماجد الرومي وهي في الأصل قصيدة لأبي القاسم الشيبي إضافة إلى ما سبق سأضيف فكرة أخرى أرجو أن تحفظ ما أسطره لأنكم ستوظفونه في كتابة فقراتكم إضافة إلى ما سبق يلعب الغناء دورا تعبيريا فالأغاني العاطفية تساعد على التنفيس وإزالة أفقال القلب والروح ويمكن أن يكون الغناء مصدحا يحث على مكارم الأخلاق وهو ما يتجلى في الأغاني التي يرددها الأطفال في المدارس نختم هذه الفقرة التفسيرية باستنتاج فنقول إذن تتعدد وظائف الغناء كالإمتاع والتوعية وحفظ التراث واللغة والمحافظة على الأخلاق بهذه الطريقة نكون قد أنجزنا كل ما يمكن أن يعترضكم من أسئلة في اختبار العربية غدا أرجو أن تكون هذه الحصة مفيدة وأرجو لكم التوفيق في فرض العربية وفي ما بقي من فروض وأرجو أن تكلل هذه السنة بالنجاح هايش كما داماتك سا